السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم على هواتف وعنوين البرنامج أسأل الله تعالى التوفيق والتشديد والإعانة طيب تفضل يا أم كريم أم كريم السلام عليكم عليكم السلام أحسن الله إن شاء الله أمس تكلمتك عشال الحسد والنمل ونفرنت منك إنه ما يجوز نكسل النمل طب إذا النمل يلتع ويسبب حساسية بالجسم أشي يسوي بهذا هذا إن شاء الله يا أم كريم رشيت اليوم عليه خلوا مي ما حركته طبعا لأني عاصلنا الحرك الحرام بس إيش أصوي بهذا الحالة إذا النمل يلتع يعني هل يجوز قتلى ولا شو نتويت إن شاء الله أب شري إن شاء الله تفضل يا أم محمد عليكم السلام بارك الله فيكم عندي سؤالين الوالد تزود في حياة الوالدة لأنها مرضت يعني عنده أصبح زوجة ثانية ولكن بعد وفاة زوجته أبعا بيت الوالد موجود وفي عندها يعني طناشر من الأبناء فهو بعد وفاة يريد ييبها يسكنها في بيت الزوجة الأولى فالأبناء يعني مش متقبلين يعني نفسيا مش متقبلين ولا بيتقبلوا في بيوت تتقبل في ناس نفسيات سبحان الله تتقبل لكن نحن يعني مش متقبلين فيعني نقول لنا أنت خذ برا في 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 البيت الحين مش مش الأبناء كلهم هم متزوجين لكن يوجد ابنة يعني منفصلة وعندها بنتها وولد غير متزوج فهم يقولوا لي أنت تقدر رجل تتصرف نحن ما عدنا يعني معيد ولا بيت ولا هذا في بها أنت تتصرف يبلها مثلا بيت ملك كم عيال هذه الزوجة الثانية عندها 12 ولد لا لا الزوجة الأولى الزوجة الأولى 12 ولد التي توقفت توفيت والثانية الثانية موجودة عندها أولاد عندها بنت الحين طيب بالنسبة للبيت الآن ما في إلا بنت وحدة بنت وحدة مع بنتها منفصلة والولد ما مش متزوج يعني بيت كبير ما في إلا ثنينة بس أيوة طيب والوالد عنده قدرة على أن يفتح بيت آخر والله يقول أنا متسلف وساكن بالإيجار نقول له أنت رجل تقدر تتصرف نحن ما عدنا يعني كيف الولد كم عمره أخوكي عشرين سنة كمير يعني طيب محمد سؤال الثاني السؤال الثاني كان يعني أهل الوالدة في الخارج هي تحبهم كثير وكانت تصرف عليهم وتتصدق عليهم علما أنهم شوي مش ملتزمين يعني في منهم يصلي في منهم لا في عن جهل هل بعد وفاة الوالدة أننا نقطعهم نهائيا وما نمشوا على نظام الوالدة أن كانت تصدق عليهم أو تزورهم أو غيرها؟ هل نؤثم على ذلك؟ خوالكم يعني خوالكم قصدك؟ أيوة خوالنا وخالاتنا وخالاتكم إن شاء الله يا محمد إن شاء الله فالله يخليك يعني تشوف الموضوع اللي هو لأن الوالد قال مثل ما يقول الشيخ عزيز أنا بمشي عليه إن شاء الله الله يحفظ إن شاء الله بإذن الله تسمعين الجواب بعد شوي ياليت تتراعي أن نحن نفسياتنا غصبا عننا ما نقدر نتقبل يعني أنت متزوجة بره ها؟ لا منفصلة أه أنت اللي في البيت يعني وإخواني يعني هو بيقطع رحم لأن أخواني كلهم يجون يزوروني في هالبيت قارتين في الأسبوع طيب يا محمد أبشري زاك الله مرحبا مرحبا تفضلي يا زهرة زهرة السلام عليكم يا أستاذ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لدي سؤال واحد إذا كان شخص مريض ريح الطراش هل يدعو برب في المسلم يضروا فأنت أرحم الراحلين وثانيا الاشتخفاء هذه الأعمال اللي يقوموا بها إن شاء الله يا زهرة شكرا يا شيخ عليم يا شيخاني إن شاء الله إن شاء الله تسمعين العلم إن شاء الله فضلي يا أحمد السلام عليكم يا شيخ والسلام ورحمة الله شيخنا بارك الله فيكم عندي سؤالين فضل طيب السؤال الأول أمرأة كبيرة في السن تأكل دواء مدر للبول طيب وتتوبأ وتصلي تلبس الحفار عزكم الله وحين تكح ينزل منها شيء من البوليان وكثيرا ما تكح فأحيانا لا تصلي لهذا السبب ويعني تتفجر من هذا القبيل يعني الآن هي عندها مشكلة في الكيلة يعني وعندها مشكلة في تحتاج إلى الأدوية هذه إذا قاطعت الأدوية عادي لا تبقى نسحوها يعني بالأدوية تستمر على الأدوية نعم إن شاء الله يا أحمد السؤال الثاني السؤال الثاني الشيخ نقول لنا مثلا نسيحة الطلبة اللي ما يرشون في المتحارات مثلا هذا الأيام نفكر عن بعض ويشوفون جمناهم مثلا ينشون طيب ودرجاتهم أقل من درجة جمناهم يعني نودوا صيحة لوالديهم بعد وهل يجز لهم طلب المساعدة في المتحارات في هذه الحالة إن شاء الله لكم الله إن شاء الله حياك الله يا أحمد تفضلي أم سيف أم سيف من العراق تفضلي السلام عليكم شيخ عليكم السلام رحمة الله يا شيخ عندي سؤالين تفضل السؤال الأول قبل فترة ابني كان عنده في الشغلة فقال إذا صارت هذه الشغلة إلا أذبح يعني بهال عبارة إلا أذبح يعني يذبح أجول يعني خمس أجول يعني أين فهل هذا يعتبر نذر يا شيخ وإذا كان نذر يعني وذبح هل ممكن يعني يأكل منه هو وعيلته يعني بالبيت إن شاء الله يمسي بالنسبة للسؤال الأول والسؤال الثاني ما معنى طواف القدوم هل هو طواف العمرة أو الطواف اللي يتعلق بالحج يعني الإفاظة وغيره فبس القدوم يجعله فيها هذا السؤال أب شريم سيف تسمعين الجواب شكراك شكرا جزيلا يا شيخ مرحبا أختي أهلا وسهلا تفضل يا أم أحمد أم أحمد من الجزائر نعم السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد الله وبركاته بارك الله وفيك يا شيخ تفضل أختي السؤال سألتك بجيش خطرات شيخ وانا السؤال رحم حيرني هات السؤال سؤال تسعى قلت لك الأرمالة أيوة نختصر لك أنا سألتك بجيش خطرات أها وسؤال ما فهمتش السؤال أنا ما فهمتكش مليح السؤال طيب هذه أرمالة رجلها مات عندها 13 صغار مهم نختصر لك ما نتطولش عليك أها بلك أنا كنت نعاونها نعاونها في سبيل الله ماديا ومعنويا ومزار قلبي رحلها بلك هي لك حاجة كيوال وقلت جاراتها ودرقت لها ما أخطيك منها خليها ربيت ولاها وجيت خارجة كي جيت خارجة هي بنعت بابها طيب عايتنا عاية تخذ تليفون رسلتها أولادي رسلت حسادي رسلت أبغت تحل الباب بكن حاجة أنا ما عندي الشيخ ما عندي حتاق يتم في هذا شيء قاتلني بغي نعاونها لحد الأمر أني بغي نعاونها أم محمد نعم أنت الأخت هذه اللي تعاونينا أنت نصحتيها قلت لها لا تروحين الجارتكي لا ما تروحش غير بالتليفون تهدر معها قلت لها أنا ما تصمت لهاش في التليفون قلت لها لا تتكلمين مع جارتكي هي تتكلم معها في التليفون وأنا نروح نطلع ليها في وجهها ربي أيوة دخلت عندها قلت لي فلانا شي قلت لي شي قلت لي قلت لي ودي الله ينعى الشيطان أختيك منها ما تعاوديش تدخلي معها في هذا الموضوع أيوة وروح تطلت عليها توجهها ربي وروح تجيه ترحل داري يومي بغيت نعيط لها أنا لتترسل لي بنتها أول وتليفون تلك يام أنا نعيطه التليفون مغلق طيب عاو ترسلت حبادي عندها قالت تشكون قال لي هول الحاجة قلت له ما رهاش هنا في باب رهن بالله عاو ترسل حبيدي الجمعة ولا به بطعامه أنا ما عندك تأثم ذو كل حاجة لكن أنت الآن هي لا تريد مساعدتك الآن ها نعم نعم إخوة تقول خلاص أنا ما أبغى مساعدتك نعم وهي أرملة ها وهي أرملة وانا يا أنا منش قادة انا يا كنصبت نعاونها ايه كنت تساعدين والآن بسبب يعني اللي حصل مسألة الهاتف مع جارتها هي غضبت عليكي ايه قلت لها أنا قلت لها ما تقول لي لا تدخلش معا في مواضعات بما مشاكل راكو ها تاكل قالك تاكل أخي كميتا وتاكل راكو في طعب نتويها في الانا نديجة نديجة شاقات لي شاقات لي شاقات لي فيك شاقات لي فيك أنا قلت ما عليك أنا مرة كبيرة ومعليش إن شاء الله يا محمد أبشر يا محمد أخذ لها منها ربي طيب يا محمد وكانا قلت لها مصحتها وقلت لها ما تدريش عليها بلعش بابها عليها طيب فداتها طيب يا محمد طيب عندك سؤال ثاني نعم شيخ صدام نعم إن شاء الله بإذن الله أبشر يا محمد أهلا وسهلا تفضل أبو صدام أبو صدام أبو صدام من السعودية تفضل طيب 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 حاول مرة ثانية أبو صدام بارك الله فيك عندي من الأمس مجموعة صلاة ضاق الوقت عن الإجابة عليها الأخ أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول أحيانا لما أتحدث مع بعض الأصدقاء يقول أشك إنه ما يصدقوني فأقول إنه يقول يلعن نفسه والعياذ بالله يقول إن الله يلعني إذا كنت أنا كاذب يقول ما حكم هذا الكلام أبو صالح بارك الله فيك هذا الكلام محرم ولا يجوز ويجب على الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من لعن نفسه فلا يجوز للمسلم أن يلعن نفسه ولا أن يلعن غيره ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعو على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء ولذلك تدري ما معنى اللعن يا أبو صالح أنت الآن الشخص هذا اللي أنت تسأل عنه أو السؤال عنك أنت لما يقول الله يلعن وكذا يعني يطلب من الله أن يطرده عن رحمته والعياذ بالله وهل أحد عاقل يطلب من الله أن يطرده عن رحمته يروح النار يعني يطلب من الله أن يدخل النار و يطرده عن رحمته ولذلك هذا الكلام محرم ولا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لعن البهائم نهى عن لعن البهائم كيف يلعن الإنسان الناس و كيف يلعن نفسه كيف يلعن نفسه و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحج كانت امرأة على ناقة فسدت الطريق فحركتها و لعنتها لأن انحرجت المرأة أحرجت فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحبنا ناقة ملعون يقول الراوي فحملنا عنها المتاع و إن الناقة لا أحد يتعرض لها و أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا لعن جمله فقال من لعن جمله أو ناقتي قال أنا فنهاه و زجر و أمره بأن يترك الجمل قال لا يصحبنا جمل ملعون و لا تصحبنا ناقة ملعونه و لا يجوز لعن المعين ما يجوز إنسان يقول لعنة الله عليك فلان ما يجوز حرام عندنا اللعن بالعموم لعنة الله على الكافرين لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الفاسقين لعنة الله على المجرمين جائز أما لعن فلان بن فلان بعينه لا ما يجوز حرام كيف يلعن الإنسان نفسه ولذلك يا أبو صالح الله يرضى عليك يبارك فيك هذا أمر محرم ولا يجوز والإنسان يجب أن ينتهي عن مثل هذا وقضية أن يصدقونك وليما يصدقونك هذه مسألة راجعة لهم وابلك أنت إذا طلبوا منك تحلف تقول والله العظيم وتالله وبالله والذي نفسه بيده أما واحد يقول يلعن نفسه أعوذ بالله على سالفه يعني شاك هو شاك صدقوه ولا ما صدقوه عساهم ما صدقوك لا يصدقونك كبد تلعن نفسك علشان والله يعني ترضيهم ترضيهم وتقول والله أنا أنا صادق لا يتق الإنسان نفسه ما يدري لعله يوافق ساعة إجابة فتنزل لعنة الله عليه ويطرد عن رحمة الله نسأل الله العافية والسلام أسماء من الشارقة طبعا تقول هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته ظلما لأجل إرضاء أمه أختي أسماء بارك الله فيك أنا طبعا استمعت إلى سؤالك ومشكلتك اللي ذكرتها بالأمس لا شك بأنها مؤلمة وموجعة ومحزنة في الوقت نفسه خاصة وأنك دخلت في التفاصيل دخلت في التفاصيل وأن الأمة كانت أصلا موافقة في البداية أن ابنها يقترم بك ثم وافقت سنتين كاملتين تقول لابنها لازم تطلق والولد بين نارين مثل ما يقول ويريد إرضاء أمه لا شك بأن هذه المسألة من المسائل المحزنة والله والمؤلمة وترتيبها كالتالي لأن هناك أناس يشاهدونني الآن قد يكون تطليق الابن لزوجته إرضاء لأمه واجب وقد يكون تطليق الابن لزوجته إرضاء لأمه محرم محرم ولذلك ترتيب المسألة كالتالي إذا كانت والله هذه الزوجة سيئة الخلق إنسانة غير يعني مستقيمة تمارس أشياء تخل بالأخلاق والآداب وتخل بالأسرة أو سمعة الأسرة يجب على الولد أن يطيع أمه إذا ثبت هذا يقينا مثل الشمس في رابعة النهر وليس مجرد أخبار قالوا ويقولون لا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك وهذا هو الذي يحمل عليه على أن يكون هناك سبب مقنع على أن المرأة لا تصرح لهذا الابن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر عمر ابنه أن يطلق زوجته أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال أطع أباك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر قال أطع أباك فطلق زوجته لماذا؟ لأن عمر يخاف الله عمر ما يمكن أن يظلم أبدا هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن تكون الأم لا ما في سبب مقنع لكنه والله تغار من هذه الزوجة أو أنها والله مثلا ترى بأن تريد أن تزوج ابنها زوجة ثانية أو زوجة أخرى عندها حسابات معينة ترى بأن المرأة هذه أخذت ابنها منها وأن أغلب الوطن يقضي معها مثل بعض النساء اللي غارون نسأل الله العافية عجوز و تغار من زوجة ابنها هذا لا شك بأنه لا يجوز للولد و يحرم عليه أن يطلق زوجته لأن هذا ظلم هذا ظلم و فهم بعض الأزواج على أنه والله هذا من طاعة الوالدين هذا غلط إنما الطاعة بالمعروف الآن أبوك أو أمك إذا أمراك بمعصية لا يجوز لك أن تطيع والديك ما يجوز حرام لماذا لأن الله عز وجل قال ولا يعصينك في معروف و النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و قال إنما الطاعة بالمعروف و لذلك يحرم على زوجك أنه يطلقك لا لسبب و إنما فقط إرضاء لأمي طيب ما هو السبب لماذا الآن أمة تأمر بتطليقك إذا ذكرت سبب مقنع فعلا تطلق عليه المرأة نعم يجب عليه أما إذا قالت لا والله فقط أنا ما حبيتها مثل بعض الناس ما حبيتها والله ما اشتهيتها هذا حرام و لذلك هذه الأم داخلة تحت غضب الله و سخط الله هذه معرضة للعنة تنزل عليها من السماء هذه معرضة لأن يفرق الله بينها و بين أحبتها في الدنيا قبل يوم القيامة هذه المرأة معرضة إلى أن يبتليها الله في بناتها إذا كان عندها بنات يسلط الله على بناتها من يمارس ظلم مثل ما مارست الظلم مع هذه الأخت التي هي أسماء و لذلك علي أن تتق الله و أن تخاف الله و أن تعلم بأن الذنب لا ينسى و الديان لا يموت اعمل ما شئت فكما تدينه تدان الديان لا يموت و الذنب لا ينسى و الظلم من أخطر الذنوب و أشنعها و الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا و يقول النبي عليه الصلاة و تسم الظلم ظلمات يوم القيامة و هذه المرأة و أشكال يأتون يوم القيامة مفلسين مفلسين من الحسنات يقول النبي عليه الصلاة و السلام أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له و لا متاع قال المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة و صيام و زكاة و حج و يأتي و قد ضرب هذا و شتم هذا و أخذ مال هذا و ظلم هذا و ضرب هذا هذا ظلم يأخذ من حسنات الظالم و يعطى للمظروم و يأخذ من سيئات المظروم فتكب على سيئات الظالم ثم يرمى في النار نسأل الله العافية و السلام فيا أختي أسماء بارك الله فيك هل أنت تسبينها تسبين والدة زوجك هل أنت تؤذينها بلسانك هل أنت مثلا ما تطيعينها مثلا في الأشياء العادية التي جرت العادة انتبه لنفسك إذا تقولها والله أنا الحمد لله قائمة بحقوق زوجي و قائمة بحقوق أهل زوجي و الحمد لله أمري تمام أنت مظلومة أنت مظلومة و لك الحق أنك تدعين الله سبحانه و تعالى و حذري زوجك من أن الله عز وجل يعذبه و يعاقبه في الدنيا و يحرمه و يفرق بينه و بين أحبته و أيضا ممكن يفرق بينه و بين أمه هذه الأم التي أنت راحت أمه و خطبتك و منت أهلك كما هي عادة النساء و الله بحطها في عيوني عين الحاف و عين غطة و عين فراش و كلام منمق و كذا و بعدين من يبدأ الزواج خلاص تغيرت الأمور بنات الناس مو أبلعب بنات الناس مو أبلعب هالطريقة هذه و الله أنا ما اشتهيه شكله مبعاجبني و الله أنا ما حبيته على كيفك هي هي مسألة إذا ما حبيته خلاص انتهت الدنيا تهدي من بيت وأسرة متزوجة من سنتين و هذه رسالة لأنه والله يوجد نماذج سيئة كثيرة في كثير من مجتمعات يمارسون مثل هذا النوع و مسكين هذا الولد يعني بين نارين يبقى يرضي أمه و خايف أنه يطلق زوجته خايف من غضب الله لا قل للوالدة اتق الله ما في بأس أن واحد يقول له أبوه اتق الله و يقول لهم اتق الله أنا خاف عليكم من غضب الله أنت الآن لما تقنع والدتك أنت ما تغضبها أنت الآن تنتشلها من النار تنتشلها من صخط الله و غضب الله أنت قاعد تحميها إذا قلت له سامحيني يا والدتي أنا ما قدر أطلق زوجتي لأنه ما في سبب مقنع ما في سبب مقنع حتى لو كانت الزوجة سيئة الخلق مع الوالدين في حلول تأداب تهجر تودى لأهلها شهر شهرين أما قضية طلاق هكذا طلاق هكذا يعني بكل سهولة تدمير بيت فأتمنى أن زوجك يشاهد هذا وأتمنى أن أم زوجك يعني تشاهد مثل هذه مثل هذا الجواب وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرها و أن يهديها و أن يبعد عنها شر نفسها و الشيطان خالد من السعودية طبعا خالد تمنيت أنا و الله بالأمس أنه ما يسألني مثل هذه الأسئلة مثل الوسواس و كذا لكن خيب رجائي و خيب ظني فيه خالد رجع إلى المربع الأول خالد اتصل بي سابقا أظن مرتين و عنده وسواس فيه الاستنجاة و في دخول الحمام وصيته و اجتهدت و طولت معه لكن للأسف أخذ يوم يومين ثم عود من جديد خالد لا تقول لي أنا تغيرت أنت ما تغيرت أبدا أنت تغيرت فترة مثل ما شخص يعطى مسكن أخذت من عندي مسكن و ثم عودت من جديد ما استأصلت المرض اللي عندك ما استأصلت الوسواس اللي عندك و لذلك يا خالد الله يرضى عليك ما يصرح هذا الأمر و أنا واثق ثقة تامة مدامك بمثل هذه الطريقة بتتصل يوميا و تعيد نفس السؤال لكن ممكن تصيغ صياغ أخرى يعني أنت في الأولى الثياب و الكناب اللي جلست عليه الآن عودت بشغلة ثانية ما يصرح يا خالد اللي أنت تسويه حقيقة مخالف للشرع و العقل أما الشرع فأنت الآن واقع في أمر يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه أنت الآن تعصي النبي عليه الصلاة والسلام و تطيع الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ندخل الخلاء و كيف نقضي الحاجة و ماذا نفعل و نخرج الشيطان لا الشيطان يحاول أن يبقيك في هذه الدائرة يحاول أن يجعلك سجين الوسواس و أسير القلق هذا اللي أنت قاعد تعيشه أنت إنسان الآن غير مرتاح أنا أعلم هذا الشيء أنا ما أعرفك و لا شفتك لكن أنا في داخلي لأن أعرف وتعاملت مع الموسوسين أنت حزين و غير مرتاح و قلق ما تعيش حياة سوية مع الناس أنت أكلك و شربك و نومك و ضحكت كلها وراءها تخفي وراءها حزن تخفي وراءها ألم بسبب أنك طعت الشيطان أنت قاعد تطيع الشيطان باختصار أنت باختصار الشيطان ماسك من هنا و يأخذك و يفعل بك ما يشاء سو كذا اعمل كذا كيف يا خالد الآن تجالس تقضي الحاجة تقول الله أنا أخلع ثيابي ما في أحد بالبشر يخلع ثيابي إذا دخل الحمام إلا إذا اقتسل كيف تعتقد بأنه والله وصل النجاسة إلى شعر راسك و وصل إلى وين حتى العقل هذا جنون يا أخ الفاضل اتق الله في نفسك الشرع و العقل يمنعانك من أن تستمر بمثل هذا الطريق المظلم الشائك ليديك ربما إلى نهايات مأساوية و أنا سبق أني حذرتك و قلت لك يعني كثير من الناس و العياذ بالله وصلوا إلى مراحل خطيرة جدا أثر على إيمانهم و دينهم و إسلامهم فاتق الله و أحاول قدرهم مثل ما ذكرت لك تعلم اقرأ في أحاديث النبي عليه الصلاة اقرأ في سيرتي هل أنت يعني أحرص على الطهارة من النبي عليه الصلاة و سلام هل أنت أحرص على الطهارة من الصحابة الكرام أنا أعتقد في قرارة نفسك تقول لا أقول لك أنا بالأمس كلها أم هل أم هذه كلها على غلط و أنت على صح في قرارة نفسك تقول لا أنا اللي غلط طيب اعمل بهذا أنت تقول في قرارة نفسك و عقلك الباطن يقول لك لا أنت غلطان لكن لما تجي تمارس و تعمل تعمل على خلاف ما تقتنع في داخل نفسك أنت تدري أنه غلط لكن عندك عدم إرادة و لذلك من اليوم اكسر هذا الحاجز اللي بناه الشيطان في نفسك هلامي لا قيمة له لأنه ضعيف هذا الحاجز مثل بيت العنكبوت و ذلك بالتوكل على الله عز وجل و اجتهد و لازم اليوم لازم اليوم و كان مفترض من أمس لما يعني لكن قدر الله من اليوم تقضي على هذا الأمر و تنهيه تنهيه و تستمر و تعيش حياتك بشكل طبيعي أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك أكثر من الدعاء إلى الله عز وجل أن ينجيك من هذا استعد بالله تعالى كثيرا من الشيطان و شره و شركه و توهينه و أسوسته و كيده و مكره لأنه قاعد يمكر فيك تعلم العلم الشرعي العلم عمود فقري العلم ركيزة أساس العلم راحة و طمأنينة يبصرك و يعطيك حقيقة أنا ما أحب أن يعيد الكلام الأول كيف كان الصحابة يتعاملون لما يدخلون الخلاة و كيف كانوا بعضهم ما يستنجي يستجمر و كيف كانوا يخوضون فطين و كيف ذكرت لك و ذكرت لغيرك ما نبغى نعيد و نضيع وقت البرنامج لكن أقول لك اطلب العلم الشرعي يا أخي خاطب نفسك خطاب يعني عاقل معقول يا أخي اللي في بيتك كلهم على غلط و أنت على صح أصحابك جيرانك اللي حولك في بعض الموسوسين يبغى واحد يجلده جلد ذات يتمنى يومياً واحد يقول يا أنت غلطان يا كذا يا كذا ليش يشعر بأنه من داخل قاعد يرتاح لأن فيه جلد عليه جلد ذات و فيه واحد يلومه حتى أن الحرارة هذه التي أحرقت كبده و صدره ينفس شوي و هذا ما يصلح هذي مسكنات ما يصلح يا خالد الله يرضى عليك و سأل الله عز وجل أني بصرك و إن شاء الله أنك تتصل بنا و تقول الحمد لله أبشرك أني شفيت و عافاني الله عز وجل و ابتعت عن الوساوس فاطمة من أبوظبي يعني تسأل تقول الآن التعليم عن بعد تقول عندي بنت ما استفادت شيء يعني عن الطريق التعليم عن البعد تقول أن يفكر و ديها المدرسة تردت كثيرا هل علي إثم فيما لو إذا أصيبت يعني البنية فاطمة الله يرضى عليك أولا الوزارة جزاهم الله خير يعني خيروا الناس اللي يحب أن يدرس عياله عن بعد يدرسهم عن بعد ما عنده مشكلة و اللي يدرس عيال اللي يحب يجيب عياله للمدرسة يجيبهم و الحمد لله المدارس الآن عندها من الاحترازات الوقائية و من الصيانة للطلاب الشيء و لله الحمد اللي يمثل فخر للوزارة و فخر للدولة جزاهم الله خير المسألة عادية يعني أنت الآلة ما تودينهم الحمد لله بأيدي أمينة سيذهب الطفل هناك و سيراعى و ينتبه له لكن اللي بيقولها تقولها المعلمة هناك نفس الشيء ما نقول في البيت اللي بتقولها المعلمة أو المعلم في المدرسة الشاشة نفسه ما يتغلل شكل المدرس كلامه و كذا كله هناك فلذلك أنت بالخيار قضية والله إذا أصيبت أينما تكون يدرككم الموت و لو كنتم في بروجة مشيدة كثير من الناس الأيام هذه ماتوا موت طبيعية لا كورونا ولا حوادث ناس في في عنفوان شبابهم فجأة كذا السابع الماضي السابع الماضي فجأة سبحان الله في العشرينات مات كورونا لا في قلب في أمراض خطيرة أبدا فقضية والله أنت الآن مدام بذلت الوسائل ما فيه شيء ولله الحمد منه ولا تأثمين و بعدين تفاءلي خير لا يعني يكون عندك دائما حس التشاؤم لا غلي بالتفاول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل و البلاء موكل بالمنطق البلاء موكل بالمنطق بعض الناس الآن دائما عنده سبحان الله العظيم هذه يعني النفسية الشخصية السلبية شخصية متشائمة دائما يقول أخاف كذا لا البلاء موكل بالمنطق لا تتكلمين و يقولي أبدا تفاءلي مدام الحمد لله باذلين الأسباب الأسباب الشرعية والطبيعية ما عليك شيء ولله الحمد لو وديت يا ما عليك شيء يا أم يا أختي فاطمة أم كريم طبعا تسأل تقول بالأمس اتصلت فيما يتعلق بقتل النمل العلاقة بين الحسد و النمل تقول بي أني أنا قلت لا ما نقتل النمل تقول أنا غرقته بالماء يا أم كريم أنا ما قلت ما يقتل النمل الله يديك و يبارك فيك أنا قلت ما يحرق النمل النمل ما يحرق و لذلك الأصل مثل ما ذكرت لك اللي مبتلى في بيته في النمل الخطوة الأولية تصيب بلدية بيساعدونها إن شاء الله يجيبون هذه الأشياء اللي يرشون فيها النمل و الدود إذا والله ما نفع طيب ما نفع يحجر عليه يقول أسألك بالله العظيم إلا خرجت مثلا يبقي ثلاث أيام و كذا ما خرج ما في بأس بقتله لأن هذا في حكم الصائل لكن ما يقتل لا الحرق بالنار و لا الحرق بالماء الحار و إنما يقتل بتغريقه مثلا برشه ببعض المبيدات ما في بأس الله يرضى عليك و يبارك فيك فأنت يظهر اختطفت جملة و بعدين بنيت عليه لا أنا ما أقول أنا أقول نفسه يقتل لكن بعد مراحل بعد مراحل بارك الله فيك أم محمد من الشارقة تقول الوالد تزوج على حياة والدتها زوجة ثانية و الزوجة الأولى كان عندها 12 ولد توفيت رحمة الله عليها تقول الوالد الآن حاب أنه يجيب الزوجة الثانية اللي عندها بنت يسكنها في بيت الأولى تقول يعني في البيت يعني أم محمد هي وبنتها كونها يعني منفصلة عن زوجها و فيه ولد عمره 20 سنة تقول الأولاد احتجوا و قالوا بأنه لا ما نرغب أنك تأتي بهذه الزوجة عندنا و يعني غير متقبلينها و الوالد يقول لا أنا أبغى أجيبها و أنا ما عندي قدرة على ذلك أم محمد بارك الله فيك يعني مثل هذه القضايا لا شك بأنها حساسة جدا لماذا؟ لأن تتعلق ببر الوالد فالوالد إذا كان عنده القدرة على قضية إسكان الزوجة الثانية في مسكن خاص و يستطيع الصرف عليها و دفع الأجار أو شراء بيت لها نعم هذا هذا الأصل إنه يعزلها في بيت شرعي خاص بها و هذا فيه مصالح كثيرة جدا لهذه المرأة و لأولاده اللي في البيت الثاني لكن إذا كان الوالد الآن إذا استأجر أو اشترى سيدخل في ديون أو هو عنده ديون و سيحمل نفسه ما لا يطيق فإن الواجب عليكم أن تتحملوا الوالد و أن تسكنوها معكم في البيت حتى لو كانت زوجة أب ما المشكلة في ذلك ممكن تكون هذه المرأة امرأة صالحة و طيبة و إن شاء الله هي كذلك و أيضا تنسجمون معها يعني قد يعني بعض الناس لأسف الشديد أختي أم محمد في فكرة يعني زوجة الأب و التشويه اللي مورس عليها من قبل يعني وسائل شتة غير صحيح إذا وجدت زوجة أب سيئة فإنه لا يعني بأن جميع زوجات الأب سيئات و أنا أعرف شخصيا و الله الزوجات بعض الآباء أفضل من أمهات الأولاد لهم أفضل من أمهات بشهادة بشهادة الأولاد بشهادة الأولاد و أعرف أناس من الأقارب و من الأباعد من الأصدقاء اللي يخبروني أحيانا بأن زوجة الأب أفضل و لذلك أمه محمد بارك الله فيكم يعني إذا كان مثلا البيت واسع ممكن يكون ملحق أو دور ثاني أو شيء يعني حاولوا قدر مستطاعا تساعد الوالد في هذا لأن الوالد إذا كان دين فإن الدين شر الدين هم بالليل و ذلهم بالنهار و النبي عليه الصلاة و السلام نهى المسلم أن يذل نفسه نهى المؤمن أن يذل نفسه قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال يستدين أو يقترض و المعنى بأن يعني حاول فأنا إذا كان الوالد يشاهدني الآن أقول له إذا كان عندك القدرة و الإمكانات أنك تسكن الزوجة الثانية يعني خارج البيت الأول هذا يعني أفضل فيه مصالح كما ذكرت لك قبل قليل أما إذا كان ما عندك القدرة فممكن تسكنها في البيت الأول و يجب على الأولاد أم محمد و أخوها أن يرضوا بهذا لا بد أن يرضوا بهذا إذا والله تسببت المرأة في مشاكل و في كذا لكم الحق الكامل بأن تطلبوا من الوالد أن يسكنها في بيت آخر أم محمد تقول يعني أهل الوالدة خوالي و خالاتي خارج الدولة تقول كانت الوالدة تصلهم باستمرار ولكن هم غير ملتزمين و بعضهم يعني لا بأس و كذا تقول هل نقطعهم أم نمشي على طريقة الوالدة في صلتهم أم محمد الله يرضى عليك يبارك فيك لا يجوز للإنسان أن يفكر بمثل هذا التفكير فضلا أن يمارسه واقعا ذلك أن صلة الرحم من الواجبات العظيمة و من الفرائض الكبيرة و لذلك قضية أن صلتكم بأرحامكم كون الوالدة كانت موجودة أو الوالد كان موجود و تنقطع بعد ذلك هذه مصيبة لا يجوز التفكير فيها فضلا أن يمارسها الإنسان ممارسة عملية و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام حينما جاءه رجل قال يا رسول الله هل بقي شيء من برد والدي فقد مات مات والدا قال النبي عليه الصلاة و السلام الصلاة عليهم يعني الدعاء لهما و الاستغفار لهما و صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم بمعنى أن صلة الرحم ما تنقطع بالوفاة الخال و الخالة و العم و العم و الجد و الجد و الأخ و الأخت و أولاء ما تنقطع بالوفاة و لذلك لا يجوز الإنسان أن يفكر بمثل هذا التفكير يا أخت الفاضل الواجب عليكم أن تصنوا و بعدين في مسألة صلة الرحم لا يجوز للإنسان أن يقطعها لكون و الله أحد الأرحام عنده فسق لا يجوز مساعدتهم السؤال عنهم حتى لو كانوا في الساق حتى لو كانوا مقصرين حتى لو كانوا بالعكس فرصة لك و أمثالك تتواصلون معهم و مع الهدية و مع الصدقة و مع المشاركات في الآلام و الآمال في الأتراح و الأفراح النصيحة النصيحة لعل الله عز وجل افتح على قلوب يمكن يعيشون في بيئة موبوءة مريضة بالجهل فأنت و إخوانك يعني تجعلون من الصلة تنوم بهذا نية إصلاحهم فبارك الله فيك إصليهم و هذا حق للوالدة عليك الآن أوكد من حقها عليك و هي حية الآن حق الوالدة أعظم أنك تصلين أخوالك و خالاتك بارك الله فيك بارك الله فيك تفضل أبو تفضل يا أبو محمد أبو محمد تفضل يا أبو محمد منطقة و مقيم فيها يعني بقامة غير معلومة يعني ممكن شهر ممكن شهرين أو ثلاثة أي فيه يعني أقوال أني ممكن أني أصلي يعني أقصر وأجمع أو أني أقصر كل صلاة إن شاء الله أبو ممكن الله يحفظك أبو محمد السؤال الثاني السؤال الثاني أنا لويت أسافر من المنطقة اللي أنا فيها إلى منطقة جدية الغربية نعم و صليت الظهر في البيت و مشيت في الطريق و حام صلاة العصر فكصرت صلاة العصر قال هذا صحيح إن شاء الله وهل لي يعني أني أصلي مثلا ممكن أني أجمع الصلاتين وأنا قبل ما أمشي من البيت إن شاء الله الشيء الثائر السؤال الثالث يا شيخنا أزاك الله خير أنا أعرض لي عارض الصحي ولله الحمد و طبعا صار فيه صعوبة بالنسبة لي للمشي نعم أني أنتقل مثلا أروح أغسل أكرمك الله و أرجع و أشتهت ما أدري لعلي أكون أصبت أو أفضأت أجمعت بين الصلاتين يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا و أنت في البيت وأنا في البيتين نعم جمع بقصر أو من دون قصر لا لا جمع بدون قصر جمع بال إن شاء الله يا محمد واضح السؤال الخامس أنا أرسلتها لك عن طريق الواتساب ولكن أعذلك لك لكثرة الرسائل اللي تيجيك الله جزيك خير إن شاء الله بشوفها بإذن الله و يجي دورها إن شاء الله إذا أرضى عليك الآن سم سم تفضل الله يحفظ طلب مني أني أزكي في حصر ورد أي وطبعا الورثة الزوجة وابن وابنتين معه وعندهم أبناء من ابن متوفية في حياة أبوه رحمة الله عليهم جميعا نعم و لا أذكرهم في حصر الورثة وي نعم و زكيت أنا الشهود يعني أعرف أنهم معدول يعني ما أدري هل أنا أصبت أو أخطأت يعني كانت طلب منك أن تزكي الشهود نعم طلب مني أني أزكي الشهود نعم مع العلم الشهود هذولي أقارب للوارث و على علم بكل شيء غينا هو تعرف العمل العمل في المحاكم السعودية على أن ما في شيء اسمه وصية واجبة و لذلك اللي شهدوا فيه صحيح يعني ابن الابن له الوصية الجائزة و ليس الواجبة فإن شاء الله أفصل لك بإذن الله إذا وصل يعني إذا وصل الدور لك يا أبو محمد مرحب ومسهل حياك الله جاك الله خير سلام عليكم فضل يمسيف السلام عليكم عليكم السلام أرسال الله أنا عندي سؤالين يا شيخ فضل أختي السؤال الأول أنه أنا صار عندي ضر وما قدرت أني أصلي لمدك خمس أيام ويه ولما دوجي عرف خلاني أحلف على كتاب الله نقابه دول الخمس أيام بنفس اليوم من اليوم وني أبتدي أصلي ويه بس مو عرف كيف أصليهم أصليهم مرة واحدة ولا أصليهم يعني مع كل يوم أزيد صلاة اللي راحت علي أختي يومسيف أنت تقولين صار عندك يعني ظرف مش شرعي يعني مش دورة ولا شيء دورة شهرية بعد الدورة بعد الدورة قطعت قطعت متعمدة يعني ولا عندك ظرف صحي ولا لا والله متعمدة متعمدة تركتي خمسة أيام زوجك حلفك بأنك تقضينا مرة واحدة في نفس اليوم حلفني على كتاب الله يعني أيوة وحكالي راح تقضيهم كلهم أي بنفس اليوم أيوة حققت الخمسة أيام طيب سويتها أو لا لا والله ليش سألت سأقول أن أقضيها مع كل فرد وزوجك يدري هيا خبرت طيب أعطينا السؤال الثاني السؤال الثاني أنه أنا خالت ورثة عن أمها دهب وخلت أمانة عند أخوها ويه وبعد يومين لما بعد فترة راحت ثلاث سنوات أو أكثر وحكت له أنه يعني يرجع لي الدهب فزوجتو حكت لها أنه ضاع الدهب مو موجود أم تلخص ما يا شيخ وبس رح أغلبك أنه أنا زوجي كثير جدي بموضوع يعني بتشير مشاكل كثير كبيرة عليها أنه مثلا اترك في أيديك وروح يصلي وأنا بيكون بعمل أشياء كثير ضررية وأنا أكون راح أصلي يعني كثير يعني نفس المشاكل بسبب هاي الأمور وكثير ضاغط حال في هذا الموضوع اي جزاء الله خير الله يكثر مثاله بس عادي يعني شوي يحتاج أسروب بس فقط نتمنى وجود هؤلاء الأزواج اللي يحرصون على زوجاتهم ونبهونهم هذه نعمة أنت عندك رجل ذهب حافظي عليه بس أنا أوجهه إن شاء الله توجيه يعني يعني يتلطى في قضية أمرك بالصلاة طيب يوم سيف تسمعين الجواب بإذن الله نعم خلصنا طيب طيب أرجع إلى الأسئلة عندي طيب زهرة بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للشخص إذا كان طريح الفراش مريض يعني هل يكتفي بقول ربي أني مسني الضر وأيضا الاستغفار زهرة بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا مرض يدعو الله سبحانه وتعالى وأيضا يأتي بالتعويذات الشرعية منها أن يضع يده على محل الألم إذا كان في الرأس أو في الصدر أو في اليد أو في الرجل يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصر تكتبين يا زهرة اكتبي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أيضا أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق أيضا رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم أيضاً اللي يزورك أو أحد أهلك يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يقول هذا سبع مرات لك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وتقول لي ربي ما في بأس تقول ربي إني مسيني يضر وأنت أرحم الراحمين اللهم شفيني اللهم عافني كما قال الله عز وجل وَإِذَا مَرْتُ فَهُوَيَشْفِينَ أسأل الله تعالى أن يمنى عليك بالشفاء أحمد من أبوظبي يقول امرأة كبيرة في السن وصف لها دواء مدر للبول يقول عفوا إذا كحت أو شيء يعني ينزل منها قطرات من البول وبعدين يقول بدأت تترك الصلاة بسبب هذا الأمر يعني لأن مثل نزول هذه القطرات يجعلها يقول لا تصلي أحمد بارك الله فيك أولا بالنسبة لهذه المرأة الكبيرة في السن يجب عليها أن تحرص على الصلاة في هذه الفترة والمرحلة السنية أكثر من أي وقت سابق يجب عليها أن تحرص على الصلاة وأن تكون أولى اهتماماتها وأولى أولوياتها وشغلها الشاغل وقلقها السائر الصلاة لماذا؟ لأن امرأة كبيرة والإنسان الذي يكبر في السن ويذرف إلى عمر متأخر يكون ما بقي أقل مما ذهب الأمر الثاني بالنسبة للمرأة هذه إذا تناولت الدواء وعفوا إذا استنجت مثلا وتوضأت وثم مثلا صدر منها كحة أو شيء ونزل ما عليها شيء ولله الحمد معذورة أهم شيء أن تتحفظ بحيث لا ينزل على بدنها أو ثيابها أو محل صلاتها شيء المعذورة هي ليس باختيارها ليس باختيارها وممكن أنك توجهونها يا أحمد بارك الله فيك إنها مثلا تختار شرب الدوا في غير الأوقات التي تصلي فيها مثلا يمكن تقول لي والله صعب عندها يعني كرسات علاج ومنظمة مرتبة ممكن يا أحمد الله يرضى عليك أيضا تجعلونها تصلي تجمع جمع صوري كيف الجمع الصوري يعني مثلا صلاة الظهر تأخرها إلى آخر وقتها يعني الآن مثلا يأذن العصر على كم يأذن مثلا ثلاثة عندنا وخمسة وعشرين أو سبع وعشرين قبل أذان العصر بعشر دقائق تصلي الظهر لأن في وقتها هذا ما زال وقت الظهر ويدخل علي وقت العصر وتصلي العصر مباشرة بعد الأذان أو مع الأذان والحمد لله تكون صلة الظهر في وقتها في آخر وقتها وصلة العصر في وقتها في أول وقتها وتسلم من قضية التعب كذلك المغرب والعشاء تأخر المغرب قبل أذان العشاء بعشر دقائق تصلي المغرب أو بربع ساعة وتنتظر يدخل علي وقت العشاء والحمد لله تصلي العشاء واعتقد بأن تسلم ولله الحمد وتصلي بعد الوتر وتكون الحمد لله قصر أما تترك الصلاة لأجر والله أنه كذا لا ما يجوز حرام الله عز وجل يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دين دين يسر والله عز وجل ما يأمر بما فيه مشقة القرآن والسنة ينتشلان الإنسان من المشقة إلى اليسر والسماحة ولله الحمد والمن أحمد يريد نصيحة للطلب اللي ما يغشون في الامتحانات وأيضا لوالديهم يقول يعني هم يشاهدون بعض الطلب اللي يغشون يأخذون درجات للأسف يعني بغير وجه حق ويريد يعني توجيه لهم نصيحة لأوليائهم وهل إذا طلب المساعدة أحمد بارك الله فيك أنا والله يتكلمت على هذه المسألة كثيرا وبينت بأنه لا يجوز ويحرم الغش في الامتحانات ولا يجوز للوالدين أو أحدهما أن يعني يساعدان الولد في هذا الأمر المحرم ولذلك هذه المسألة خطيرة ولا يجوز للولد أن يطلب المساعدة ما دام أن قوانين وزارة التعليم تم منع مثل هذا الشيء وهذا الشيء أعتقد ما يحتاج إلى الدليل ولا إلى برهان ولذلك هذا ابتلاء هذا ابتلاء فلابد على الطالب أن يجاهد نفسه ويجتهد ويجعل من هذا الأمر محفز له إلى الحرص والقراءة والتحصيل وكذلك على الوالدين أن ينتبه إلى هذا المسألة ليس هنا المسألة بعدين إذا بدأ كبر وأخذ شهادة وبدأ يتوظف هنا تأتي المصيبة اللي يكسبها حلال ولا حرام إذا أخذ الشهادة بطريق محرم كيف الآن يأخذ راتبه و أخذ الشهادة بغير وجه حق و أما إذا أخذ بحلال فأنعم و هنيئا له هنيئا له و هنيئا لكل من سلك مثل هذا الطريق أم سيف من العراق أم محمد من الجزائر أم محمد من السعودية أم سيف من دبي اعتذر منكم وقت البرنامج انتها إن شاء الله غدا بحول الله و قوته أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج السلام عليكم و رحمة الله و بركاته